أثار ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 ردود فعل على وسائل التواصل لكن رد فعل أحد المسؤولين السعوديين أثار جدلا كبير رأاه البعض هجوما على المغرب ومواقفها السياسية رد الفعل هذا الذي نتحدث عنه كان من تركي آل الشيخ رئيس مجلس دارة الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي الكرة القدم والذي كتب في تغريدته لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026 وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا ثم بعد ذلك ببضع ساعات فقط غرد نفس الشخص قائلا هناك من الخطأ من أخطأ البوصلة إذا أردتم الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع الدويلة تنفعك رسالة من الخليج إلى المحيط طبعا فهم الناس أنه يقصد قطر التي دعمت استضافة المغرب لكأس العالم كما رأى آخرون أن التغريد يقصد بها انتقاد موقف المغرب من الأزمة الخليجية والتي اختارت الحياد الكثير من المغردون تفاعلوا مع تغريدته وردوا عليها غرد مغرد يدعى حسن خليل لم نطلب ولن نطلب ولسنا بحاجة لدعمكم من الأساس نعلم أن القرار الأول والأخير بيد أبو إفانكا فلم نطلب دعم ولاية أمريكا الواحدة والخمسين مغرد آخر يدعى عبدالله كتب والله المشكلة أنك تسبب خلاف بين بلدين وشعبين علشان كرة أما مدري أنت أنا مدري أنت تفكر قبل ما تكتب تغريده أو لا آخرون حاولوا تهديئة الأمور مغرد مغربي كتب مثلا هؤلاء إخواننا وقد وقفوا في مواقف كثيرة إلى جانبنا وعاتب معالي المستشار عدم نقاش هذه الأمور مباشرة مع إخوانه المغاربة وعدم طرحها في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لماذا كل هذه الضجة حول ملف المغرب؟ هل تحتاج المغرب لدعم من السعودية أو من غيرها من الدول العربية للفوز باستضافة مونديال 2026؟ مونديال 2026 يختلف هذه المرة عن سابقاته فسيصوت جميع الاتحادات كل الدول والاتحادات الوطنية لاختيار الدول المضيفة أو الدولة المضيفة بالأحرى 207 اتحادات وطنية ستصوت فكل صوت له أهمية الفيفا ستكشف لأول مرة عن التصويت كل اتحاد سيكون تصويته علنيا لا يمكن أن أصوت أقول لك صوت لك لكن لم أفعل كأس العالم في عام 2026 سيشهد مشاركة 48 منتخبا وطنيا بدلا من 32 منتخبا لكن المغرب تواجه منافسة قوية من ملف مشترك يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليست بالسهلة في الوقت ذاته قد لا تصل الأمور حتى إلى مرحلة التصويت في الثالث عشر من يونيو تموز المقبل قبل ذلك هناك لجنة لتقييم من الفيفا ستسافر إلى الدول المرشحة للاستضافة وتستطيع أن تستبعد أي دولة لم تحصل على تقييم جيد رغم هذه التحديات قال رئيس لجنة ترشيح المغرب مولاي حفيظ العالمين المغرب جاهز وسيتنافس للفوز وأكد أمام الصحفيين أنه إذا تم استبعادنا بسبب عيب ما سوف نقبل ذلك وإلا سنقاتل من أجل قضيتنا لا شك في ذلك سنطلب تفسيرا نحن ندخل هذه المسابقة للفوز خصصت المغرب نحو 16 مليار دولار للتجهيزات المونديال إذا ما فازت بالاستضافة طبعا هذا المبلغ هو تخصيص شرطي طبعا معظم هذه المبالغ ستنفق على تجهيز وتوسيع بعض الملاعب الحالية وبناء ملاعب أخرى المجموعة 14 ملعبا في 12 مدينة أبرزها وجدة وتطوان وفاس والدار البيضاء والرباط كما ستحتاج إلى تحسين النظام الصحي في عدة مدن وبناء عدد من الفنادق لاستقبال الآلاف من المشجعين والوفود ومبالغ يتسأل الكثيرون من أين ستأتي هذا مشاهدين متواصل برنامجنا معكم لمن يريد متابعتنا على الإنترنت يمكنه مشاهدة البث المباشر لبرنامجنا تريندينج على موقع يوتيوب يوميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة